كابتن حشيش خليني أبدأ مع حضرتك بزيارة مبارح ووجودكم مع بعض في مقر نادي الأهلي في التجمع الخامس والله كان يوم جميل جدا جدا مبارح طبعا يعني فكرة رائعة وعملنا كده مفاجأة لكابتن محمود والعابة يعني معظم العابة القديمة راحت يعني نفس الأجياء اللابت مع كابتن خطيب فرصة أن احنا شفناه عن قرب وقعدنا معنا تعرف هو مشاغله ما بتتحش أنه احنا نقدر نقعد معا القعدة الجميلة دي والوقت الطويل وفي نفس الوقت كمان نشوف الفرع التجمع الخامس حاجة ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي اللي شفناها حاجة جميلة جدا جدا ومساحة كبيرة جدا وتحسنك فخور أنك تنتمي للنادي الأهلي أنه عنده فرع جميل بعد طبعا يعني الأصل طبعا الفرع الجزيرة وبعدين مديد نصر الشيك زايد وبعدين طبعا التجمع برضو احنا اسمنا على مقر فيه اللقصر كمان يعني طبعا نادي الأهلي خدنا جولة مع كابتن خطيب كبيرة فرجنا الحياة على يعني كل حاجة عملت في الفرع وقال لنا برضو على الحاجات اللي لسه نقصة بتتعمل والحاجات اللي لسه في الجمارك وجاية عشان بقى تطفي بقى لشكل النهاية أو اللمسة حاجات بسيطة جدا إنما الحقيقة حاجة جميلة جدا جدا يعني فرع جميل ملاعب وكافتريات وأعادات وقعات وحمام سباق يعني حاجة حاجة فعلا تشرف يعني الصعوبة فيها إنك مش بتعمل فرع وخلاص يعني يبقى موجود في مكان ما لا ده لازم يعني النادي الأهلي بيبقى حريص كل فرع جديد بيبقى أحسن كمان من اللي قابله بيضيف كمان فيه أكتر يعني لمسات وكده لإسعاد الناس والأعضاء النادي الأهلي بتستمتع بأي مكان تروحه أو أي فرع للنادي الأهلي سواء أنت في وسط البلد مثلا الجزيرة مدية نصر الناس اللي ساكنة هناك أكتوبر ناحة التانية خالص شيخ زايد دلوقتي التجمع في حتة طبعا في التجمع فالحقيقة يعني مجود كبير جدا من النادي الأهلي وكابت الخطيب يعني يمكن حتى الفروع اللي كانت موجودة أول ما مسك زي مثلا مدينة نصر والجزيرة ما اكتفاش إنها موجودة وهتم بس بالجديد لا إنه هو كمان وضب أو وضبوا الفروع الأديمة زي الجزيرة ومدينة نصر ما كانش كده الحقيقة يعني تطوير مستمر تطوير مستمر وبتوصل ليه يعني ستايل طبعا النادي الأهلي في كل حتة ونصر الأهلي الحقيقة بيحوم على يعني في كل سماء مصر مبارح كان تجمع جميل شوفنا لعيبة طبعا وأصدقائنا ما شوفناهمش من فترات كبيرة وفي بعض طبعا الناس يعني ممكن نكون بشوف بعض من فترة قريبة إنما في ناس ما شوفناهمش من سنين كبيرة عادنا بقى مع الكابتن الخطيب استعدنا الزكريات الكبيرة ولفنا زي بقولك في مقر النادي في كذا حتة لدرجة إننا برضو قلت الكابتن الخطيب يعني بعد طبعا عادنا بقى واستراحنا زي ما أنت شايف كده قلت له أنا بستأذنك يعني إن الكابات اللي كلها هنعمل استشفى عشان إحنا كده مش هينفع طبعا يعني طلوع سلالم وكده ومشي كتير لدرجة إنه هو جاب لنا اللي هي العربات الصغيرة دي عربات الجولف الصغيرة دي إنها تاخدنا لها حس اللعبة بقى بتادي تزكك اللعبة كبيرة ومش هادرة وكده فكان يوم جميل حقيقة واستعادنا الزكريات وأصرينا طبعا وكابتن الخطيب أصري للتجمع ده يبقى موجود على طول عشان يعني ونضف له طبعا يعني أكتر من طبعا زميل ما قدرش يجي يعني وبردو كابتن مصطفى عبدو ده عرفته كان تعبان كان تعبان طبعا عنده بردو كده ربناه بالسلامة في أكتر من واحد فاحنا يعني قلنا حتى الخطوة اللي جاية أو التجمع اللي جاية حيبقى في رمضان إن شاء الله عشان رمضان يعني دخل علينا كل سنة طيبين فإن إحنا نتجمع برضو في رمضان ونتعرف رمضان كمان بتاع الأعداد حتى في ناس قالت فطار في ناس قالت لقى خلينا على الصحور عشان ندي فرصة الأعداء أكتر يعني فإن شاء الله يتبقى عادة تتكرر والكابتن الخطيب الحقيقة قال يعني أهم حاجة إن إحنا نبقى عادين مع بعض ونبقى موجودين مع بعض للتواصل للأجيال وفي نفس الوقت برضو الناس الأصغر ممكن جيل الأصغر كمان يبقى متواجد عشان تبتدي مبادئ النادي الأهلي وحب النادي الأهلي والحاجات اللي احنا تعلمناها يعني جيل وراء جيل ينقلها للتاني يعني إن شاء الله دايما منورين ودايما أساطير كبيرة جدا موجودة في النادي الأهلي